اهلا بكم الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه بيقول من الله عز وجل على بني اسرائيل بنعم كثيرة لا تحصى ولا تعد وبالرغم من كده ارتكبوا كبيرة من الكبائر وعبدوا العجل من دون الله ولكن الله عز وجل بيعلمنا كلنا انه رب عفو رب غفور رب رحيم وفتح لنا باب التوبة على مسرعيه لمن تاب واناب وعمل صالحا ورغم ان الله عز وجل هو الغني يفرح بتوبة عبده الفقير ولا يوجد واسطة بين العبد وربه فالله سبحانه وتعالى افرح بتوبة عبده من رجل في الصحراء اضل راحلته ومن شدة تعبه ويأسه نام ينتظر الموت فالسيقظ فوجد الراحل عنده ومن رحمة الله بنا ان هناك توبة للعاصي وإلا فماذا يمنع العاصي من التمادي طالما ان العاقبة هي النار ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم تجاوزنا عنكم ومحونا ذنوبكم من بعد اتخاذكم العجل معبودا من دون الله وقابلنا توبتكم بعد عودة موسى عليه السلام لعلكم تشكرون الله على نعمته فتحسنون عبادته وطاعته القرآن الكريم نزل على العرب بلسان عربي مبين مفهوش طلاصم ولا مصطلحات يقدر العرب يفهمه بسهولة ويكون تأثيره على المستمع أقوى وكان من كلام العرب عفت الريح والأثر وده معناه محت الريح وأزالت آثار الأقدام كتير مننا يظن أن الشكر مجرد كلمات تقال باللسان زي الحمد لله والشكر لله والكلام ده مش صحيح لأن لو حضرتك سألت ملحد وقلت له أخبارك إيه حيقول الحمد لله فهل هو من الشاكرين مرة كان فيه عالم جليل سأل تلميذه ما معنى الشكر فأجاب التلميذ الشكر هو استخدام النعمة فيما يرضي الله الشكر سلوك مش كلمات جوفاء لب الشكر بالله في طاعة الله يعني ما ينفعش تستخدم نعمة الله فيما حرم الله ناخد مثال علشان نفهم نعمة المال هتعمل بإيه هتنفك على نفسك وعلى أهلك وتقرد واللي هتستعملها في المعاصي والذنوب ونعمة القوة هتعمل بيه إيه تعين الضعيف وتدافع عن المظلوم ولا تستعملها في شهواتك ورغباتك لو وصل لحضرتك المعنى هتفهم ليه وقليل من عبادية الشكور صدمتك مش كده لازم تعرف أن الشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح الشكر باللسان بإنك تقول الحمد لله والشكر بالقلب بإن تملأ قلبك رضا عن المنامة والشكر بالجوارح زي السمع والبصر يكون باستخدامها في طاعة الله عز وجل وهو ده الشكر لو تحقق فأبشر بقول الله عز وجل لإن شكرتم لأزيد أنكم وعكس شكر النعمة كفر النعمة ويكون برضو ابتلت حاجات باللسان والقلب والجوارح ومن كفر النعمة فلينتظر العذاب الشديد وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر